انا كل يوم بقول لها يا قلبي ويا روحي ويا عمري لوي مارس مارس لويت مارس ثمانية مارس دي لوي داد؟ لا ثمانية مارس لا ما عارف متعلق بالمرأة عيد المرأة عيد المرأة هي نصف المجتمع حلو هي بتكملني هي الأساس تبعي قلتلك أمي المرأة لا لا تعرفين هو يوم المرأة العالمي كتير حبات يمكن ما عرفت لأنه هالفترة ما عم بفتح السوشيال ميديا عرف فيها الأم فيها الأخت فيها بنتك يولا زين هذا التاريخ بي يوم المرأة المرأة شيء مهم بالنسبة إلينا يعني الحيشة بدون مرأة ماكوش شايفها إن مكانة المرأة كبيرة جدا يعني مفيش حاجة اسمها راجل وسيت في حاجة اسمها أنا فرد من المجتمع الواضح حيث كانت واضح بالنسبة للمرأة ولا الرجل تشي واحد ما تحسنت الوضعية ديانا يعني غدا يعني تنتبه لهم الله غدا وتتكفس الوضعية ديال الرجل والمرأة جوجهم حيث ناس بزعب واحد نسبة للي كبيرة مقارن سانا مع ايام يعني السنين واعوام اللي دازت ده بكي واحد تميز كبير كتميز به مقاب سفا عامة فوق راسنا ايه والله وبالنسبة لقالك بيلي هم حضرت اكمل تزوج ايه بدي ستة عيال مرأة بالنسبة لي تحت راسي هي كل شيء ايه كل شيء بالنسبة لي ايه والله ممكن تقولي كلمة للمرأة في يوم المرأة العالمي اقول لا استمري وتشددي وتشجعي وما يهميكيش من اي حاجة عشان احنا يعني احنا مش نص المجتمع احنا المجتمع كله احنا اللي بنجيب الرجالة وتحافظ على بيتها وتحافظ على ولادها من هذا المنطق بس انه هي بتبني المجتمع كامل من ناحية انه هي بتبني المجتمع فهي الاساس اتي ماما فاولش بوجه شكر لاكبر قدوة الي واكبر محفز واكتر حدا هيك بيعطيني حافز وامل هو امي دكتورة ازدهار جبر كل المرأة العالم يفرعونه ويتمنى يتزوجونه بايشي هما يتمناه يسوي الهم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بنسايا خيرا شكرا جزيلا